يعني هذه الرسالة مثلاً كيف ظهرت فيه مسلسل أمو كلسوم، مسلسل قاسب أمين، مسلسل دكتور مصطفى مشارفة؟ يعني لماذا اخترتي أن تعريدي قصة حياة وكفاح ونجاح هؤلاء؟ أول أمو كلسوم هي رغم أن أنا مخترتش الموضوع اللي اختاره والحقيقة محفوظ عبد الرحمن يعني وأول ما قال لي أنا ساعدت جداً وبعد كده كل حد كان يقابلني يقول لي معقولة حتجسد أمو كلسوم على الشاشة طوامين حيمثلها؟ والكل قعد منتظر ومش متصورين أن احنا هنجسد أمو كلسوم اللي لسه مسلف الأزان على الشاشة أنا قعدت سنة أخي عشان أختار من تعمل أمو كلسوم دي في بقى لكل الشخصيات اللي برضو معروفة لدي الناس اللي كان حواليها يعني مش بس وكان علي أن أنا عيد نفسي لازم أقرأ اللي تكتب على أمو كلسوم ولازم أقرأ اللي تكتب على الآخرين ولازم أدرس إكسسوار والملابس وكل التفاصيل العصر عشان الناس تصدق أنها يعيشة هذا العصر مسألة صعبة جداً واكتشفت في السيارة الذاتية أن التحضير أهم من التنفيذ لأنك لما تحضري جيد جداً بتقدري بقى يعني تبقى وثقة من خطوات كنت بتعمل ده أول إضافة أن كل ممثل كان بيجفهم كلسوم أو في أي سيرة ذاتية تاني لأنني أنا عملت التقريب أن تشوفه دراسة علمية يعني كان كل واحد ياخد مع لي سكريبت الداتا بتاعته يعني لو كانت الداتا دي شرايت كانت دي الداتا دي تحتى تسجيلات إذاعية يعني مثلاً زكريا أحمد ما كانش عندنا غير تسجيل إذاعي يعني كتب سوء مجلات جراية كل كل الداتا طب يعني مثلاً أم كلسوم آسم أمين مصطفى مشرفة بتختاري الأبطال إزاي؟ أنا كانت بالأول طمعاً متصورة أن نجمة زي أم كلسوم لازم تمثلها نجمة يعني هل مجرد الشبه الجثماني أو الوجهة أو أولا إيه؟ لا مش لازم لكن ممكن تكون السفيرت الروح التأثير فقلت لازم تكون حد من الصفة التاني مش من الصفة الأولاني يعني ممثلة جيدة لكن من الصفة التاني عشان الناس تصدقها وتصدق أن دي أم كلسوم مش هي مش الممثلة فلانة اللي قامت بالدور مثلاً مصطفى مشرفة عالم كبير أنا كانت تعرض عليها بعد أم كلسوم لأنه نعمل شخصيات فنية تانية قلت لهم ما فيش في مصر قدوة غير الفنانين طبعاً في عندنا اللي هو مصلح اجتماعي وخصوصاً أنه دفع عن قضاء المرأة قاسم أمين مثلاً قاسم أمين أعملت قاسم أمين بعد أم كلسوم فالناس استغربوا جداً قالوا بعد كل نجاح اللي انت حصدتيه في مكلسوم تعملي قاسم أمين مش حاسة أنه ممكن ما ياخدش جمعاته مكلسوم وانتنوا ما أحسن بس حاسة أنه ده دوري طبعاً المسلسل أيضاً كان رائع وعادت فيه أراءه اللي كانت متقدمة جداً جداً في هذه الفترة ما هو هو ما هو كان دقيوه ورغم إيه واحد تحدى كل السائد في العصر وقال إن المرأة لازم تتعلم وتخرج وتشتغل وغيره طبعاً دي مسائل كانت محرمة تقريباً طبعاً اللي تستغربيله إن ملي اللي كانوا قف جنبه وبيشجعوا الإمام محمد عبد ولما كان اللي ابتدى كان يحس بأن الهجوم عليه أكبر من احتماله وحيتراجع قبل ما يكتب كتاب تحرير المرأة أو المرأة الجديدة دفعوا خلى فيه صحفيين تقف معاه وطبعاً فيه كثير كان ضده وعرفوا بالأميرة نزلي وكان هو بيحضر اللقاءات الثقافية اللي كانت تعملها هي يعني مش بس هو المستنير يعني الحقيقة واضح نحن في احتهاك جديد حالياً لقاسم أمين جديد يعني لأفكار جديدة تلائم العصر كما أم بها أسم أمين في فترة من فترات أما مشرفة بقى فأتأملي أنا كنت مهمومة إحنا فينا من العلم ومفئة ومعروفة أن العلم قاطرة التقدم وكان له أيضاً زي ما شفنا في المسلسل نظرة متقدمة جداً في موضوع المرأة في كله عمل كورس في كورية العلم وجاب أستاذ من الخارج لدراسة المزيكة والصوت قال لك المزيكة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن صوت ترجمة نانسي قنقر